طائرات مثل هذه ستكون اليد الطولة للتحالف الدولي الجديد الذي أعلن عن تشكيله للتصدي لخطر ما بات يعرف بتنظيم الدولة فالتحالف الذي يضم عشر دول لن يشارك بقوات على الأرض ولكنه سيقدم دعما للقوات العراقية والكردية التي تحارب التنظيم هذه إذن هي الملامح الأولى لاستراتيجية الولايات المتحدة وحلفائها في التصدي للتنظيم وهي الاستراتيجية التي طال انتظار العالم الكل لإعلان من قبل الرئيس أوباما بشأنها إنني أغادر هذا الاجتماع بعد أن اتفق شركاؤنا على الانضمام لليهود الدولية لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية سندعم شركاءنا العراقيين على تعزيز قدرتهم العسكرية كما أكد حلف الناتو التزامه بالدعم الأمني والإنساني للمتضررين في العراق لقد اتفق حلفاؤنا على دعم العراق عسكريا واستخباريا بالإضافة لليهود الدبلوماسية تحالف إذن يذكر بأجواء الحرب على العراق ولكنه يتجنب أخطاء الماضي أتوقع أن بريطانيا ستنضم قريبا للولايات المتحدة في عمليات القصر مؤسساتنا تتحرك سياسيا في هذا الاتجاه وصال الرأي العام مهيئا هناك عاصفة سياسية في بريطانيا تطالب بعدم السكوت حيال هذا لكن تساؤلات عديدة لم تتم الإجابة عنها بعد بخصوص هذا التحالف فما طبيعة مهامه؟ وكيف ستشارك فيه تركيا خاصة وأنه قد يكون لها شروط قبل أداء أي دور فعل؟ تركيا قد تشترط قد تشترط هذا حاليا غير معلن عن هذه النقطة قد تشترط أنه إجاء عملية في سوريا أيضا ضد الدولة إسلامية إجاء العملية تطلب أيضا تدخل عسكري بريا أيضا في هذه المنطقة مواضيع شائكة إذن تصاحب التصدي لخطر ما يعرف بتنظيم الدولة لكن المهم أن المجتمع الدولي صار أكثر تأهبا واستعدادا لمواجهة هذا الخطر خطر ما يعرف بتنظيم الدولة إذن استأثر بالاهتمام خلال قمة الناتو في ويلز هذا الخطر صار سابقا على أولويات أخرى للحلف كأوكرانيا وأفغانستان وتبقى عيون العالم معلقة في فترة المقبلة بكيفية التحرك الأمريكي البريطاني وما إذا كان ما تم الاتفاق عليه كافيا أم أن هناك المزيد مما ينبغي عمله الشفسات سكاينيوز عربية نيو بورت ويلز جنوبي بريطانيا